يعني الحقيقة دكتور عصام أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه البنت بتفكر بطريقة تانية خالص المفروض بعد ما هتتخرج هتعمل ماسترز عند جدتها في أمريكا وبعدين مش عارف أنا مش ضامن إذا كان سيفها قدر يستنعها الوقت ده كله ولا لأ وحتى حتى لو حصل وعلى ما تيجي تسافر وارد جداً يكونوا غيروا رأيهم بتحصل بتحصل فالموضوع لسه بدري قوي 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 عليه هو على عموم أنا مش مستني منك رد دلوقتي خد وقتك وعلي نرد عليه وزا ما أنت بتقوله لسه بدري هو ده بالظافت اللي أحمد يقصده أنه هو هيفكر ويروت على حضرتك يعني ده مش جواب نهائي خالص مرسي يا مادم ليلة نستأذن إحنا؟ ليه بس ليه بس انتوا منورينه ومالحقناش رواض مع بعض بجهد هي منورين الحقيقة لم حصل قبول إن شاء الله هيبقى فيه موبلد تانية واننسق الأمور بالطريقة تريحكم أنا بس هايز أأكد أن إحنا متمسكين بفريدة وشرفنا ناسها بدا طبعاً مرسي مرسي متشكرين جداً وشرفت شرفت شكر شكر شرفت المعرفة حبيبي شرفت يا سيف شرفت حبيبي اتفضل اتفضل ده بيت أمينة ياسبك؟ أيها هي فين مطلوب القبض عليها؟ ايه؟ ليه؟ اشتركوا في القناة